بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضلله ومن يضلل فانتجد له وليا مرشدا اللهم أعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا يا كريم ويا الله علما ينفعنا نرحبكم أبنائنا الطلاب في مقررنا لهذا الفصل الدراسي الثاني لعام 2018-2019 لتدريس مقرر أحكام الموارث الثنين سياسة المقرر المحاضرات الإلكترونية التكاليف المقررة مع المقرر توزيع مخرجات المقرر توزيع درجات المقرر وهي عشرين درجة أعمال سنة وثمانين درجة الامتحان النهاي خارطة هذا المقرر سنأخذ في هذا المقرر حساب مسائل الفرائض الارث بالرد في الفرائض المناسخات أحوالها وطرق قسمتها ميراث الحملي وشروطه وضوابطه ميراث المفقود وأحكامه قسمة التركات وأنواعها وطرقها توريذ ذوي الأرحام أحكامه وطرقه ميراث الغرق والهدمة والحرق والخنثة كل ذلك سنأخذه في هذا المقرر ومع التكاليف المقررة نبدأ اللقاء الأول هو حساب مسائل الفرائض في اللقاء الأول هذا سنأخذ التأصيل تعريفه كيف نؤصل هذه المسائل كيف نستخرج أصولها ثم تصحيحها عند الإنكسار ثم نعرف كيف العول والعول سنفصله كل ذلك في أوانه نبدأ أولا مخرجات هذا اللقاء أولا بعد دراسة هذا القاء ينبغي أن يكون الدارس قادرا على تبيين أصول الموارث والأصول التي تذفرع منه بقية الورثة في أي مسألة فرعية ثم تطبق عملية تطبيق إذن هناك أمثلة ينبغي أن تحل ثم يقوم الطالب بحلها ليعرف ما هي الطرق المتبعة لتأصيل كل مسألة أو كافة المسائل ثم بعد ذلك نشرح الإنكسار أن وجد في مسائل الموارث ثم نبين أنواع هذا الإنكسار ثم كيفية التخلص منه لأنه علماء الفقه وعلماء الموارث قالوا من العيب أن نقسم الموارث أسهم الورثة بإنكسار يعني أن نقول للأم مثلا سهمان ونصف أو سهمان وربع أو سهمان وثلث هذا لا يصح عند علماء الفقه الموارث ينبغي أن يكون سهمان صحيحا غير منكسر ثم بعد ذلك نعرف النسب الأربع ما هي وهي ستكون التباين ثم التماثل ثم التداخل ثم التوافق سنأخذ تعريفها ونبين العملية الحسابية وتطبيقها في عملية تصعيح كافة مسائل الموارث خارطة اللقاء سنأخذ اليوم تعريف الحساب تعريفه تعريفا عاما بمصطلح علماء الرياضيات ثم موضوعه ثم الأصول المتفق عليها ثم الأصول المختلف فيها أولا لكل علم أهمية وأهمية حساب أو معرفة أصول الموارث لها أهمية بالغة في الموارث حيث هي الخطوة الأولى لمعرفة أو كيفية تأصيل الموارث ثم ذلك تقسيم الأسهم على كل موارث ثم تقسيم الترك لكي يصل كل وارث حظه صحيحا غير لا ظلم فيه ولا إجحاف وهذا ما شرعه الله عز وجل من فوق سبع سماوات إذن لا يمكن القيام بقسمة التركات التي هي الغاية إذن قسمة الترك هي الغاية وهي الهدف المنشود من دراسة علم الفرائض إلا بمعرفة حساب الموارث نأتي أولا إلى تعريف الحساب تعريف الحساب لغة مصدر حسب الشيء أي إذا عده والعاد الحاسب والمعدود هو المحسوب وأصطلاحا علم الحساب عند علماء رياضيات أو بالمعنى العام هو جزء الرياضيات وهو علم بأصول يتوصل بها لاستخراج المجهولات العددية أما التعريف الذي نريده هو الذي يخدمنا في هذه المادة هو علم الحساب الخاص عند علماء الفقه عند علماء الموارث عند علماء الفرائض قالوا هو تأصيل المسائل إذن ما معنى تأصيل المسائل يعني معرفة معرفة أصل المسألة أو كيفية أو كيفية تأصيلها ثم بعد ذلك تصحيحها ثم بعد ذلك قسمة التاريكات أي أعطاء كل وارث حقه غير منقص موضوع موضوع الحساب العدد من حيث تحليله ثم تركيبه فالتحليل هي القسمة والطرح والتركيب هي الجمع والضرب نأتي إلى تعريف التأصيل عرف علماء اللغة التأصيل بأنه مصدر أصلت العدد ما معنى أصلته أي جعلته أصلا ونقصد به أصول المسائل أي نجعلها أصلا لكل مسألة أصلا لكل مسألة ثم عند علماء الفقه قالوا أن أصلاحا أصل مسألة هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة وعندما نتكلم عن فرض المسألة نقصد بها الفروض التي تكلمنا عنها وهي النصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلث ثم الثلثان ثم ماذا ثم السلس أو فروضها بلا كسر أي أنه يعطى يعطى كل وارث ميراثه أو أسهمه من الميراث أسهما صحيحة بلا انكسار بلا انكسار إذا كان فيها فرض أو فروض فإذا كان الورثة كلهم عصبات هنا المؤلف يريد أن ينبه لك الطالب أن الإرث نوعان الإرث نوعان إرث بالفرض إرث بالفرض وهي التي تكلمنا عنها النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسلس ثم النوع الثاني إرث بالتعصيبي إرث بالتعصيب وهو سهم غير مقدر يعني لا يستطيع أحد من علماء الموارث أن يقدر لك مقدار الإرث بالتعصيب لأنه لابد أن يحسب عدد الورثة ثم بعد ذلك تحسب ماذا الأسهم إذن قال فإن كان الورثة كلهم عصبات إذن عندما يكون المسألة ليس فيها أصحاب فروض وإنما هم عصبات والعصبات هم من النساء لا يوجد في النساء امرأة عصبة ولذلك يقول النظم وليس في النساء يطر عن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة أي المعتقة إذن من النساء العصبات هي المعتقة فقط أما من الذكور فينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم لا يريث إلا بالتعصيب لا يريث إلا بالتعصيب وهم الزوج إلا بالفرض عذرا إلا بالفرض وهم الزوج والأخ لأم لأنه الأخ الأم يأتي بطريق الأم وهي طريق ضعيفة فلا يريث إلا بالفرض النوع الثاني النوع الثاني يجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب وهم صنفان من الذكور من الذكور وهو الأب والجد والجد إذن هذا القسم الثاني من الرجال الذي يرث بالفرض أو يجمع بين الإرث بالفرض والعصيب وهو الأب والجد والصنف الثالث وهو الأخير من الرجال الصنف الثالث وهم الذين لا يريثون لا يريثون إلا بالتعصيب فقط وهم الإبن وابن الإبن مهما نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب هؤلاء من الذكور لا يريثون إلا بالتعصيب فقط ولا يريثون بالفروض مطلقا قال ولذلك قال في التعريف فإذا كان الورثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم هو أصل مسألة مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنثى ذكر إذا كان العصبات يرثون بالتعصيب للذكر مثل الأنثلين وهو ثلاثة أنواع الإبن مع البنت والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة والأخ لأب مع الأخت العب إذا اجتمعوا فيكون أصل المسألة عدد السهم مهم لكن إن كانوا من جنس واحد كأن يكونوا عشرة أبناء مثلا عشرة أبناء أو خمسة خمسة أعمام أشقاء أو لأب أو أبناء إخوة فهنا يرثون بعدد رؤوسهم لأنهم من جنس واحد وهي جنس الذكورة لكن إن اختلط الجنسين فكان ذكرا مع أنثى فيكون أصل المسألة عدد رؤوسهم مثل ذلك هلوك رجل مثلا هلوك رجل عن خمسة من الأبناء وعشرة من البنات فهنا أصل المسألة يكون عدد السهمهم وليس عدد رؤوسهم فعندي خمسة من الأبناء بكم بعشرة أسهم وعشرة من البنات أي بعشرة أسهم لأنه الذكر يأخذ مثل حظ أنثى فيكون أصل المسألة عشرون لأن الذكر بسهمان والأنثى بسهم تقريبا هذا شرح تعريف الإصطلاحي لعلم تأصيل الموارث وهو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر وهذا اشترط الفقاء أن يصل سهم كل وارث عليه دون انكسار إذا كان فيها فرض أو فروض فإذا كان الوارثة كلهم عصبات فعدد رؤوسهم وأصل مسألة مع فرض كل ذكرين يعني يقصد إذا كان العصبات ليسوا من جنس واحد وإنما اختلطوا ذكرا بأنثى فأصل المسألة يكون عدد أسهمهم وليس عدد رؤوسهم كما أراد النظر نأتي إلى أصول المسائل الفرضية هناك اختلف أصول مسائل تنقسم إلى قسمين أصول مختلف فيها وهي الأصل 18 و36 وهذه لا توجد إلا في ميراث الجد مع الإخوة وهذا قد سبق الحديث عنه في مادة موارث واحد الأصول المتفق عليها الأصول المتفق عليها وهي 6 أصول وهي الاثنان ثم الثلاثة ثم الأربعة ثم الستة ثم الثمانية ثم الاثنى عشر ثم أجل طيب من أين أتت هذه الأصول الاثنين أتى من مقام أو مخرج فرض النص مش حين قلنا أنه 6 فروض وهي النصف والربع فرض ماذا الربع الأربعة فرض الربع والستة ثمانية فرض الثمن وثلاثة فرض الثلث أو الثلثان والستة فرض ماذا مخرج مخرج فرض مخرج فرض ماذا السدس مخرج فرض السدس السدس والستة مخرجة ستة معي الاصلان المتفق عليها الاصلان واربعة وعشرون هذه نتاج نتاج التماثل أو ضرب المقامات المقامات بالنسب الاربع وسنفصل ذلك عندما نتكلم عن كيفية طرق تأصيل المسائل وهي التداخل والتماثل والتوافق والتباين بعد قليل اصل اثنين اصل اثنين وهو مخرج اصل النصف قال لكل مسألة فيها نصف وما بقي نصف يعني ميراث بماذا ميراث بالفرض قال وما بقي ميراث بماذا ميراث بالتعصيب اي ان في المسألة احد الورثة يأخذ بالفرض والثاني يأخذ بالتعصيب اذا اصل اثنين لكل مسألة فيها نصف ما بقي كزوج وشقيقة قال عندي زوج وشقيقة هذا الزوج الزوج له حظان الحظة الأعلى وهو النصف والأدنى وهو هذا من باب استذكار لمادة موارث واحد وهو الربع بشرط عدم وجود إذا وجد الفرع الوارث فالزوج يأخذ هنا ماذا؟ الربع لكن لأن المسألة لا يوجد فيها فرع وارث فيأخذ الزوج حظه الأعلى وهو النصف ثم عندنا أخ شقيق الشقيق هنا عصبة إذن يأخذ ماذا الباقي للعصبة ثلاثة أحكام وأيضا أخذت ذلك في مادة موارث ثنين أنه يأخذ كل المال عند الانفراد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ويخرج من المسألة موارث بلا ميراث إذا تزاحم أصحاب الفروض على التركة إذن لاحظوا عندي هنا في المسألة كما قال المؤلف إذا كان فيها نصف وما بقية كزوج هنا الزوج أخذ النصف وما بقية شقيق فأصل المسألة ثنين هنا لاحظوا في هذه المسألة لا يوجد إلا فرض واحد وهو النصف إذن قاعدة نقول أن كل مسألة يكون فيها فرض واحد إذن مقامها يكون هو أصل المسألة وهذه قاعدة عند علماء الفقه أو علماء الموارث فهنا عند النصف ولا يوجد إلا هذا الفرض فنأخذ الاثنين ونقول الاثنين إذن هو إيش أصل المسألة ثم نعطي الزوج نصف التركة ونعطي الأخ الشقيق النصف الآخر لأنه عصبه فأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض قال أو نصفان أو نصفان كزوج وشقيقه نحن نلاحظ أن الزوج هنا أيضا لا يوجد فرع وارث فأخذ حظه الأعلى وهو النصف والشقيقه تأخذ النصف بحاء بشروط الشرط الأول أن لا يوجد المعصب ألا وهو الأخ الشقيق أن لا يوجد الفرع الوارث ابنا أو بنتا أيضا الإنفراد وعدم التعدد أيضا انطبقت على الشقيقه نفس الشروط فأخذت نصف هذا التركة فنلاحظ أن عندي نصف ونصف كليهما متشابهان ففي هذه الحالة التي هي النسب الأربع وهي التماثل يعني عندي في الفرض الأول نصف والفرض الثاني نصف ما معنى المقام اثنين متماثلة فيكون أحدهما أصل المسألة وهو ماذا اثنين فنعطي للزوج نصف واحد ونعطي للأخت الشقيقه النصف واحد وبذلك يكون قسمنا التركة مناصفة بين الزوج والأخت الشقيقه نأتي الأصل الثاني من الأصول المتفق عليها ألا وهو الأصل ثلاثة وقال هنا لكل مسألة فيها الثلث وما بقي أي فرض وتعصيب قال كأم وأخ لأب لاحظوا معي هنا الأم أيضا لها حظ أعلى وهو ماذا الثلث ومعها أدنى وهو ماذا السدس إذن لاحظوا الأم تأخذ الثلث بشروط الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث من هو الفرع الوارث الابن أو البنت هذا نسميهم ماذا الفرع الوارث الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة وهنا لا يوجد إلا أخ واحد فهنا الأم تأخذ فرضها الأعلى وهو الثلث والأخ لأب عصبة فيرث بالتعصيب فيأخذ باقي التريكة وأيضا الأخ لأب لا يرث إلا بشرط عدم وجود الحاجب من هو الحاجب؟ يحجبه الأخ الشقيق يحجبه الابن يحجبه الفرع الوارث ابنا أو بنتا أو يحجبه الأصل المذكر الأب والجد إذن هنا الأخ لأب عصبة فيأخذ الباقي تعصيبا أصل المسألة كم؟ ثلاثة ليش؟ لأنه هي المقام الوحيد في هذه المسألة وهو ثلاثة وقلنا القاعدة في المسألة الأولى أنه إذا كان في المسألة مقام واحد أو فرض واحد فإن مخرج هذا الفرض ألا وهو ثلاثة يكون ماذا؟ أصل المسألة فنعطي الأم الثلث ثم باقي كم؟ ثلاثة ناقص واحد يبقى كم؟ الثنين يأخذها ماذا الأخ الأب؟ تعصيبا بقية التركة لأنه هو يارث بالتعصيب نأتي إلى المثال الثاني قال أو ثلثان يعني عندي مسألة فيها ثلثان وثلث قالك أختين لأب وأختين لأم لاحظوا معي أختان لأب أيضا الأختان يشترط أن يأخذ الثلثان بعدة شروط أولا التعدد يعني لو كانت أخت لأب فتأخذ النص أيضا عدم وجود الحاجب من يحجبهم؟ الأصل الفرع الوارث المذكر وأيضا الأصل المذكر الأب والجد يحجب الإخوة والأب فقط أما الجد فهناك مسائل خلافية قد بيناها في موارث واحد فهنا الأختان يجتمعوا وتعددوا فيأخذوا ماذا؟ فرض الثلثان ثم أختان لأم يأخذوا ماذا؟ الثلث ليش؟ لأنه إذا فرد إذا فرد الأخ لأم أو الأخت لأم ماذا؟ فيرث الثلث فقط لكن عند التعدد يشتركوا في ماذا؟ في الثلث قال كما قال في محكم الكتاب فهم شركاء في الثلث إذا لاحظوا هنا عندي في المسألة ثلثان وعندي أيضا ماذا؟ ثلث وهذا للأختان وهذا أيضا الأختان لأم وهذا أيضا الأختان لأب أو الشككتان فالمقامات أيضا متماثلة ثلاثة مع ثلاثة فأصل المسألة ماذا يكون؟ ثلاثة نعطي ثلثان للأختان لأب ونعطي الثلث لماذا؟ للأخت لأم لكن لاحظوا هنا عندي انكسار لأنه معي سهم واحد لا يصح أن أقول للأخت الأولى نصف السهم وللأخت الثانية نصف السهم فلابد من تصحيح المسألة عند تصحيح المسأل يكون محط نظر عالم الموارث أو طالب علم الموارث عدد الأسهم ثم عدد رؤوس الورثة عدد الأسهم ثم عدد رؤوس الورثة لاحظوا عدد الأسهم سهم واحد وعدد الرؤوس كم؟ اثنان وبينهم تباين يعني أنهم لا يقبلان القسمة على بعضهما ولا يقبلان القسمة بعدد ثالث مشترك في هذه الحالة نأخذ عدد الرؤوس ونضعه فوق ونكتبه جزء ماذا؟ جزء ونسميه جزء السهم ثم نضربه في اصل المسألة نضرب 2 في 3 فينتج لنا هنا رقم 6 ونسميه ماذا؟ تصحيح المسألة إذن تصحيح المسألة هو 6 فنضرب 1 في 2 بالتنين إذن نعطي للأخت لأب 2 ثم 1 في 2 أيضا بالتنين ثم نضرب 1 في 2 بالتنين فنقسم للأخت لأم سهما والأخت الثانية سهما فهنا أوصلنا الأسهم صحيحة غير منكسرة إلى الورثة بعد تصحيح المسألة نأتي إلى الأصل الأربعة وهو لكل مسألة فيها ربع وما بقي وهو أيضا ميراث بالفرض والتعصيب مثل ماذا قالك زوجة وأخشكك لاحظ معي الزوجة لها هنا أيضا حظان الأعلى الربع شريطة عدم وجود الفرع الوارث لها أيضا الثمن شريطة وجود شريطة وجود ماذا الفرع الوارث هنا عدم وجود الفرع الوارث فهنا لا يوجد فرع وارث فأعطينا ماذا الزوجة الربع ومعي أيضا في المسألة أخشكيك فيكون عصبة فأصل المسألة أربعة ليش لأنه هي الفرض الوحيد أو الفرض الوحيد في هذه المسألة فيكون أربعة أصل المسألة نعطي الربع من الأربعة للزوج ثم ثلاثة أربع يأخذه الأخ الشقيق لأنه وارث بيش بالتعصيب قال أيضا أو مسألة يكون فيها زوج وأبن وابن فلاحظوا معي زوج زوج وبنت عذرا وليس ابن هنا يكون ماذا بنت وليس ابن إذن الزوج هنا يأخذ الربع فحظه الأدنى لوجود الفرع الوارث أو هي البنت لو لم يوجد الفرع الوارث الأبن والبنت فيأخذ الزوج ماذا النصف لكن لوجود الفرع الوارث أخذ ماذا الزوج الربع حظه الأدنى ثم البنت تأخذ ماذا النصف التاركة لأنها بعدة شروط البنت تارث النصف أولا عدم وجود المعصب ألا وهو الابن أيضا عدم التعدد وهو الانفراد فهنا أخذت البنت النصف والعم الشقيق عصبه فيأخذ الباقي لأنه لو كان هنا عندي ابن لحجب ماذا العم أنا الميراث لكن هنا الوارثة بنت وليس ابن إذن لاحظوا معي عندي الربع وعندي ماذا نصف فهنا لاحظوا هنا عملية التداخل التي سنتكلع الاثنين داخل فين في الأربعة في حالة التداخل نأخذ المقام الأكبر أو مخرج الفرض الأكبر وهو أربعة ويكون أصل مسألة فنعطي للزوج منه واحد ربع ثم بقي معي ثلاثة نعطي للبنت النصف اثنان ثم يبقى واحد يأخذه العم الشقيق أو العم لأنه يرث بالتعصيب فيأخذ ماذا باقي التركة نعطي إلى أصل ستة ويكون في كل مسألة فيها ستس وما بقي كأم وابن ثم ستسان وما بقي كأب وأم وابن ثم ثلاثة أسداث وسنأتي بذلك بكل من التفصيل وهو على النحو التالي إذا كان في المسألة ستس وما بقي فالأم وعندي ابن والابن قلنا لا يرث إلا بالتعصيب فقط لا يرث إلا بالتعصيب فقط والأم هنا تأخذ السدس فوجود الفرع الوارث حجبها حجب نسموه علماء الفقه حجب نقصان من الثلث إلى السدس فهنا نعطي الأم السدس وأصل مسألة ستة لأنه هو المقام أو الفرض الوحيد المسألة فيكون أصل مسألة ستة نعطي الأم السدس ثم خمسة أسداث يأخذها الأبن لأنه غريث هنا بالتعصيب المثال الثاني قال أن يكون فيها السدسان وما بقي قال كأبن وأم وابن لاحظوا الأبن وهو الفرع الوارث الذكر هنا حجب أباه وأمه من حظهم الأعلى إلى حظهم الأدنى فالأب هنا أخذ ماذا السدس وأخذ أيضا أخذت الأم السدس ونلاحظ أن المقامات متماثلة ما معنى متماثلة أي متشابهة في الشكل والصورة والقيمة فيكون أحدهم أصل المسألة إذن أصل المسألة ستة نعطي الأب سهما ونعطي الأم سهما ثم باقي أربعة أسهم يأخذها الأبن لأنه يرث بالتعصيب أيضا قال إذا كان ثلاثة أسداس ونصف كأبن وأم وبنت وبنت ابن لاحظوا معي الأب هنا يرث ماذا السدس زائد عصبة المفترض السدس زائد عصبة إذا بقي من التركة شيء لماذا لأن الفرع الوارث أنثى لأن الفرع الوارث أنثى لكن إذا كان ذكرا فلا يرث إلا السدس فقط فنقول هنا يرث السدس والأم تأخذ السدس والابنت تأخذ النصف أيضا لعدم وجود المعصب والانفرادها ولعدم تعددها وبنت الابن تأخذ ماذا السدس تكملة للثلثين لأنه نصيب الإناث لاحظوا معي عندي ست السدس وعندي اثنين النصف فالاثنين داخل فين في الستة ففي حالة التداخل يكون المقام الأكبر هو ستة أصل للمسألة نعطي الأب ست 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 فلاحظوا معي واحد وواحد اثنين وواحد ثلاثة ونعطي نصف التركة للبنت وهي ثلاثة أسهم إذن ستة لو بقي أسهم فسيأخذها ماذا فسيأخذها الأب لكن لاستغراق الأسهم فلا يأخذ فلا يرث إلا بالفرض فقط هنا إذن أيضا قال وإذا أتى ست ست وثلثان وما بقي ولاحظوا أن ست 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 هؤلاء ميراث بالفرض ثم وما بقي ميراث أيضا بالتعصيب ثم قال كأم لاحظ وبنتان وعم شقيق فالأم هنا أخذت الست ست هذا داخل في الستة ففي حالة التداخل كما قلنا يكون المقام الأكبر هو أصل مسألة ستة نعطي ست ست تركة للأم ونعطي البنتان الثلثان اثنان زائد اثنان ويبقى معي سهم واحد يأخذه العم سواء كان شقيقا أو الأب لأنه عصب فيأخذ باقي التركة وهو سهم واحد فقط إذن نأتي إلى الأصل ثمانية لكل مسألة فيها ثمن أصل ثمانية فيها ثمن وما بقي إذن ميراث بالفرض والتعصيب كما قلنا قال كالزوجة وابن فلاحظوا معي هنا الزوجة الزوجة قلنا لها حظان أيضا حظ الربع حظ الربع شريطة عدم وجود شريطة عدم وجود الفرع الوارث هنا وجود الفرع الوارث فحاجبها حاجب نقصان فنعطيها الثمن إذن لأن المسألة ما بش إلا مخرج أو فرض واحد وهو الثمن فيكون مقام أو مخرج هذا الفرض هو أصل ماذا المسألة نعطي الزوجة سهما واحدا منها ثم يبقى سبعة أسهم يأخذه الابن إرثا بالتعصيب فيكون سبعة أثمان الثمن للابن وثمن واحد للزوجة لأنها حظها وميراثها قال أو أن يأتي مسألة فيها ثمن ونصف وما بقي أيضا ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب قال زوجة وبنت فهنا أيضا الزوجة أخذت الثمن ولم تأخذ حظها الأعلى الذي هو الربع لوجود الفرع لوجود الفرع الوارث وهي البنت البنت تأخذ أيضا النصف البنت تأخذ ماذا النصف أيضا لانفرادها تأخذ النصف لانفرادها ولعدم وجود المعصب الأخ الشقيق عصب فيأخذ الباقي إذن لاحظوا معي في المسألة فرضان إذن عزيزي الطالب أصل الثمن يستخرج أيضا إذا كان في المسألة ثمن ونصف وما بقي فهنا عندي زوجة وعندي بنت وهي الفرع الوارث فحجبت أمها من الربع إلى الثمن ثم البنت أخذت النصف لعدم وجود الانفرادها ولعدم وجود المعصب ثم الأخ الشقيق عصب فيأخذ الباقي أصل مسألة ثمانية لأنه عندي في المسألة فرضان النصف والثمن والاثنين داخل في الثمانية في هذه الحالة يكون المقام الأكبر وهو ثمانية أصل المسألة نعطي واحد من ثمانية للزوجة وأربع أسهم نصف التركة للزوج فلاحظوا معي النصف أربعة والثمن واحد خمسة باقي معي كم ثلاثة وهي باقي التركة يأخذها الأخ الشقيق لأنه عصب نأتي إلى أصل الثاني عشر وهي لكل مسألة فيها ربع وسدس وما بقي وهو قلنا ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب فلاحظوا معي هنا عندي زوج ومعي أم ومعي ابن الزوج أخذ الربع هنا لوجود الفرع الوارث وهو الابن فحجبه من حظه الأعلى وهو السدس إلى النصف ثم الأم أيضا حجب الأم من حظها الأعلى وهو الثلث إلى حظها الأدنى وهو السدس ثم هو حصب فيأخذ ماذا بقي التركة لاحظوا معي عندي مقام أو فرض الربع وعندي فرض ماذا السدس لاحظوا معي هنا يأتي بينهم توافق ما معنى التوافق يعني أنه الأربعة والستة لا تقبل القسمة على بعضهما لكن يقبلان القسمة كليهما على عدد مشترك وهو اثنين اثنين قسمة أربعة يساوي كم؟ اثنين واثنين قسمة ستة فيها كم؟ ثلاثة إذن يقبلان القسمة على عدد آخر أو الضعف المشترك يسمى عند علماء رياضيات في هذه الحالة عند التوافق نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يعني نقول اثنين في ستة يساوي كم؟ اثن عشر أو ثلاثة وهو نصف الستة ثلاثة في كامل الأربعة كليهما سيان سواء أخذنا نصف الربع وضربناه في كامل الستة أو أخذنا نصف الستة وضربناه في كامل الربع فأصل المسألة سيكون اثن عشر وهذا الذي قلنا هو الأصل اثن عشر وأربعة وعشرين هي نتاج تفاعل ماذا؟ الأصول مع بعضها البعض عن طريق التداخل أو التماثل أو التباين أو التوافق فهنا توافقت الأصلان فيكون أصل مسألة اثن عشر ربع على اثن عشر كم؟ ثلاثة والستس الاثن عشر اثنين وإذن لاحظوا ستس الستة واحد وستس الاثن عشر اثنين وستس الاربع وعشرين اربعة عندما يكون فيها ستس فنلاحظ معي اثنين وهو ستس الميراث الأم والزوج يأخذ الربع ثلاثة اثنين وثلاثة خمسة باقي معي سبعة وهي بقية التاركة يأخذها الابن لأنه عصب قال أو مسألة يأتي فيها ربع وثلث وما بقي قال كزوجة فلاحظوا هنا معي الزوجة أخذت حظها الأعلى وليس حظها الأدنى لأنه حظها الأدنى الثمن لعدم وجود الفرع الوارث إذن الزوج والزوجة لا يحجبهما من حظهما الأعلى إلا الفرع ماذا الوارث ثم قال أم أيضا أخذت ماذا حظها الأعلى وهو الثلث لعدم وجود ماذا عدد من الإخوة أو لعدم وجود الفرع الوارث صح أنه عندنا أخ لأب واعد لكن لا يحجبه إذن فرد لكن إذا تعددوا الإخوة سواء أخوان شقيقان أخوان لأم أخوان لأب أو أخوان لأم فكليهم يحجبوا الأم حجب نقصان من حظها الأعلى إلى حظها الأدنى وهو السلس هنا لم يوجد من يحجب الأم فأخذت حظها الأعلى الثلث ولأن الأخ لأب عصب فيأخذ الباقي لاحظوا معي أيضا عندي في هذه المسألة فرضان معي الثلث ومعني ماذا الربع لاحظوا أن الثلاثة والأربعة بينهم ماذا تباين إذن لاحظوا تكلمنا عن التماثل وهي تشابه المقامات وتكلمنا عن تداخل المقامات أن يدخل المقام الأول في كامل المقام الثاني وتكلمنا عن التباين أنه لا يقبلان القسمة على بعضهما ولكن يقبلان القسمة على عدد هنا التباين لا يقبلان القسمة على بعضهما ولا يقبلان القسمة على عدد ثالث مشترك في هذه الحالة نضرب كامل المقام الأول في كامل المقام الثاني نقول ثلاثة في أربعة يساوي ماذا؟ اثناش أو أربعة في ثلاثة أيضا يساوي ماذا؟ اثناش كليهما ماذا؟ سيان إذن أصل مسألة كم اثناش الربع منها كم ثلاثة والثلث أربعة لاحظوا معي ثلاثة وأربعة كم سبعة باقي كم؟ خمسة يأخذ الأخ لأب لأنه عصب ناتي أيضا قال أو مسألة فيها ربع وثلثان وما بقي عندي الزوجة أخذت الربع وهي حظة الأدنى الأعلى أيضا لعدم وجود الفرع الوارث ومعي ثلث للشكل لم يوجد المعصب ولم يوجد ماذا؟ الحاجب وهو الفرع الوارث مطلقا أو الفرع الوارث ماذا؟ الأصل المذكر ثم وجد الأخ الأب فهو عصب وفي أخذ الباقي أيضا نفس المسألة أنه معي 3 أو 4 بينهم تباين فنضرب كامل المقام الأول في كامل المقام الثاني 3 في 4 أو 12 أو 4 في 3 3 في 4 أو 12 أو أربعة في ثلاثة أيضا إذن أصل المسألة الاثنال ربع لاثنال diesen كام ثلاثة ثم الثلثان ثمانية تأخذ الأخت الشككة الأولى أربعة وتأخذ الأخت الشككة الثانية أربعة لاحظوا ثمانية وثلاثة إ Bacon 11 يبقى من التركة كام سهما واحدا يأخذه الأخ للأب لأنه عصبة إذن والأصل الأخير من الأصول هذه المتفق عليها وهو أصل 24 قال لكل مسألة فيها ثمن أو سدس فلاحظوا أن معي الزوجة هنا أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث ثم الأم أخذت السدس أيضا لوجود الفرع أيضا الوارث عندي في المسألة أصلان وهو السدس والثمن لاحظوا هنا بينهم توافق بين الستة والثمانية لا يقبلنا القسمة على بعضهم لكن كلهما يقبل القسمة على عدد المشترك وهو اثنين اثنين على ستة فيها ثلاثة واثنين على ثمانية فيها ماذا الأربعة ففي هذه الحالة توافق نضرب نصف أحدهم في كامل آخر نقول ثلاثة في ثمانية يساوي أربعة وعشرين أو أقول أربعة في ستة نصف أحدهما في كامل الآخر أيضا كليهماسيا أصل المسألة كم أربعة وعشرين نعطي ثم الأربعة وعشرين كم ثلاثة للزوجة والسدس أربعة كما قلنا لأنه قلنا ستس ستة واحد وستس الاثنين عشر ثنين وستس الاربعة وعشرين أربعة لاحظوا معي أربعة وثلاثة كم سبعة أسم يبقى معي سبعة عشر سهم يأخذه الأبن لأنه عصبه فيأخذ باقي التركة قال أو أربعة وعشرين يأتي من كل ثمن وثلثان وما بقيا فلاحظوا معي الزوجة لها أيضا ثمن لوجود الفرع الوالث وهو البنتان أيضا البنتان لهم ماذا الثلثان الأخ الشقيق عصبه فيأخذ ماذا الباقي لعدم وجود ماذا الحاجب فأيضا البنتان هنا يأخذ ثلثان لتعددهم فالزوجة فعندي مقام كم عندي الثلث وعندي الثمن في المسألة الثمن والثلثان عذرا فالمقام هنا ثلاثة وثمانية أيضا لا يقبلان هنا بينهم تباين لا يقبلان القسمة على بعضهما ولا يقبل القسمة على دوترك فهنا نضرب كامل الأول في كامل آخر نضرب ثلاثة في ثمانية أو ثمانية في ثلاثة كليهما سيئان أصل مسألة كم أربع وعشرين ثمن الأربع وعشرين ثلاثة والثلثان ستة عشر نأتأخذ كل ابنة ثمانية من الأسم فستة عشر وثلاثة 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 يبقى خمسة أسم يأخذه الأخ الشقيق لأنه عصبا إذن هنا تهينا من تأصيل المسائل أو معرفة تأصيل المسائل وهي الاثنين والثلاثة والأربعة والستة والاثنى عشر والأربعة والعشرين نأتي إلى تأصيل المسائل أو طرق تأصيل المسائل الطرق المتبعة لتأصيل المسائل عندي أربع طرق أو الطريقة الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبات فلاحظوا إن كانوا ذكورا فقط فيكون ماذا؟ فيكون أصل المسألة عدد رؤوسهم إذن عدد ماذا؟ عدد رؤوسهم هنا لاحظوا معي في المسألة هذا الميراث بالتعصيل فقط معي ابن واثنين ثلاثة أربعة خمسة أصل مسألة خمسة لأنه ماذا؟ من جنس واحد ألا وهي من جنس الذكورة فيكون أصل مسألة عدد الرؤوس إذا اختلط الجنسان فيكون ميراث بالتعصيل ذكورا وإناذا فيكون ماذا هنا؟ عدد الأسهم عدد الأسهم الذكر بسهمان والأنثى بسهم واحد كما قال عزوجل للذكر مثل حظ الأنثين فهنا هلك هلك وترك ابنان وبنتان الابنان بأربعة أسهم والبنتان بسهمان فيكون أصل مسألة الستة عدد ماذا؟ عدد الأسهم وليس عدد الرؤوس إذن الحالة الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبات وتقسم إلى قسمين أن يكون العصبة ذكورا فقط فيكون عدد الأسهم هو أصل مسألة أن يختلطوا فيكون عدد الأسهم هو أصل ماذا؟ المسألة الورثة أن يكون في المسألة أصحاب فروض فقط قالوا أن يكونوا من جنس واحد يعني يرثوا بميراثة يعني يكونوا من أصحاب ماذا؟ النصف فقال عندي زوج وعندي شقيقة وكليهما يكون ميراثهما ماذا؟ بالنصف نصف التاركة فيكون أصل مسألة اثنين لأنه معي نصف ونصف فهي ماذا؟ متماثلة في الشكل والقيمة فيكون أحدهم أصل المسألة فيأخذ الزوج نصف التاركة ويتأخذ الأخت الشقيقة النصف الأخر أصحاب الفروض من أجناس مختلفة يعني معي أصحاب نصف ومعي واحد من أصحاب السلث ومعي أيضا ورثة من أصحاب الثلث أجناس مختلفة وهذه نعرفه مع الطريق ماذا النسب الأربع فلاحظوا معي نصف ومعي سلث ومعي ماذا؟ ثلث نلاحظ أن الاثنين داخلة فين في الستة والثلاثة داخلة في الستة إذن تداخل فالمقام الأكبر أو بين الاثنين والثلاثة هنا تباين أثنين مع ثلاثة في هذه الحالة نضرب اثنين في ثلاثة أصل مسألة ستة فسواء بحالة التباين أو بحالة التداخل كلا الأمر السيان سيكون أصل المسألة ستة نعطي النصف للشقيقة ثلاثة ونعطي الأخ الأب الستس واحد ونعطي الثلثان للأختان لأم لأنهم تعددوا لو انفردوا لأخذوا الستس فتأخذوا الأخت الأم سهما وتأخذوا الأخرى سهم فلاحظوا معي واحد واثنين وواحد اثنين ثلاثة وثلاثة ستة إذن هذا الأصحاب الفروق أن يكون الحالة الطريقة الثالثة فأن يكون فرض واحد مع عصبة فلاحظوا معي هنا زوجة لها الثمن وهي صاحبة فرض وهي واحدة وبقية الورثة يريثون بالتعصيب وهم ابن وابن وبنت إذن ثلاثة أبناء بكم اثنين من الأبناء بأربعة ماذا أسهم وثلاثة بنات بكم بخمسة أسهم فلاحظوا معي هنا الثمن نعطي الزوجة واحد ونعطي الابن سهمان والابن الثاني سهمان ونعطي البنت سهمان والبنت الأخرى سهم فكان الأبناء مع البنات ميراثهم بالتعصيب للذكري مثل حظر أثير الحالة الطريقة الأخيرة فرق فروض وعصبات وصلنا إلى الطريقة الرابعة للطرق المتبعة لتأصيل الموارثة هو أن يكون في المسألة فروض وعصبات فلاحظوا معي عندي هنا الأم ترث بالفرض والزوجة ترث بالفرض والبنت ترث بالفرض والأخ الشقيق ترث بالتعصيب فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث والزوجة أيضا لها الثمن لوجود الفرع الوارث فأيضا البنت لها النصف لانفرادها ولعدم وجود المعصب والأخ الشقيق عصب لأن الفرع الوارث أنثى فيأخذ الباقي لاحظوا معي السدس ومعي الثمن ومعي النصف فالاثنين داخلها في الستة وداخل الثمانية إذا ننظر بين الستة ثمان بينهم توافق بالنصف فنضرب نصف أحدهم في كامل الآخر نضرب ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة كلا الأهم الأصل المسألة كام أربعة وعشرين السدس أربعة والثمن ثلاثة والنصف إثناش فإثناش وثلاثة خمسة عشر واربعة تسعادة يبقى خمسة يأخذهم هذا الأخ الشقيق نأتي إلى النسب الأربع في حساب الفرائض والتطبيق عليها النسب الأربع التي هي التي إذا اجتمع في المسألة فروض متعددة يعني نصف ثمن ربع ثلثان ثلث ستس فاستخراج أصل المسألة يكون للمضاعف المشترك بين المقامات المتماثلة أو المتباينة أو المتداخلة أو متوافقة وتسمى بالنسب الأربع وسنشرح كل واحدة على حدة أولا التماثل لغة عند أصحاب اللغة هو التشابه في الشكل والقيمة أما في الإصطلاح قال هو عبارة عن مساوة عدد الآخر في القيمة كاثنين واثنين لاحظوا معي هنا دالي مثال المؤلف زوج يأخذ النصف وشقيقة أيضا تأخذ ماذا النصف فكليهما مخرج الفرض ماذا اثنين وهي متشابهة فيكون أحدهم ماذا أصل المسألة يأخذ الزوج إذن هي عبارة عن مساوة عدد الآخر في القيمة كاثنين واثنين أو ستة مع ستة أو مثلا أربعة مع أربعة فهذه كلها متماثلة أحدهم يكون ماذا أصل المسألة وهذا الذي نقصد به التماثل وهي النسبة بين الفروب إذن النسبة التي بينهما أن الفرضها في المسألة النصف ومخرجهما اثنان وهي متماثلة فنكتفي بأحدهم يكون نجعله ماذا أصل المسألة أتى بمثال آخر قال عندي أب أو أم فهم يأخذوا السدس لوجود الفرع الوارث والابن والبنتان يارثان يارثوا بالتعصيب أصل المسألة ستة ليش لأنه في المقاء في السدس وستس ماذا متماثلة في حال التماثل يكون أحدهم ماذا نجعله أصلا لماذا للمسألة فنعطي الأب السدس ونعطي الأم السدس ثم نعطي الأب سهمان ونعطي لكل بنت سهم ولاحظوا واحد واحد اثنين واثنين أربعة واحد خمسة واحد ستة فإذا هنا النسبة التماثل في حال التماثل مخارج الفروض يكون أحدهم أصلا للمسألة نأتي إلى القاعدة الثانية وهي قاعدة التداخل وهي لغة دخول الشيء في الشيء وفي الاصطلاح هو عبارة عن عددين أكبر وأصغر لا والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر كثلاثة وستة واثنين وثمانية مثال ذلك قال عندي أم تأخذ الثلث لعدم وجود الحاجب لعدم وجود عدد من الأخوة أو عدد وجود الفرع الوالث الأخ لأم يأخذ الثلث لانفراده ولعدم وجود الحاجب العم الشقيق أخذ عصبه لاحظوا معي إذن في المسألة ثلث وفي المسألة ستس الثلاثة داخلتين في الستة النسبة بينهما أن مخرج الثلث من ثلاثة كما قلنا ومخرج الستس من ستة وبين الثلاثة والستة الداخل فنكتفي بالمخرج الأكبر يكون أصلا للمسألة نعطي اثنين من ستة وهي الثلث للأم واحد من ستة وهي الثلث للأم والعم الشقيق عصبه في أخذ ماذا باقي التلكة نأتي إلى القاعدة أيضا التداخل قاله عبارة عن عددين أكبر وأصغر والأكبر ينقسم على الأصغر بلاكستكة ثلاثة وستة أعطي مثلا آخر قال عندي زوجة وبنت الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوالث والبنت لانفرادها والعدم وجود المعصب تأخذ النص والأخ العصبه في أخذ الباقي فلاحظوا معي الثمن ومعي ماذا النصف والاثنين داخلها فين في الثمانية لاحظوا من الثنين والثمانية أكبر من الثنين فلاكتفي بالثمانية نجعلها ماذا أصلا للمسألة الثمن واحد والنصف أربعة ويبقى ثلاثة يأخذ ماذا الأخ العصبه لأنه أصبه إذن لا يجتمع هنا فائدة أعطاها لك المؤلف أنه قال لا يجتمع في مسألة من مسائل موارث زوج وزوجة لأن مسائل الزوجية إما أن يكون وارث فيها زوج والمتوفي زوجة أو الوارث الزوجة والمتوفي زوج فلا يجتمع الزوجان مطلقا في مساء المراث أحد الزوجين نأتي إلى النسبة الثالثة من النسب التي نعرف بها أو نؤصل بها أصول المسال وهي التوافق وهي لغة عند علماء اللغة الاتفاق وفي الإصطلاح هو عبارة عن توافق العددين يعني مخرج المقامين في جزء من الأجزاء أي أن لكلهما نصفا ربعا أو ستسا نصفا صحيحا ونعم ذلك أي بعبارة أخرى نقول أن العددان لا يقبلان القسمة على بعضهما لا يقبلان القسمة على بعضهما ويقبلان القسمة على عدد آخر إذن هذا هو على عدد آخر فلاحظوا عندي الأربعة والستة لا يقبل القسمة على بعضهما لكن كلهما يقبل القسمة على عدد 2 2 على 4 في 2 في هذه الحالة نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فنقول 2 في 6 أو نقول 3 في كامل الآخر نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر كليهما سيان أصل مسألة كامل الثناش نعطي الربع 3 وال6 و 2 يبقى 2 و 3 و 5 يبقى 7 يأخذ الأخلاق بأنه أعصبه إذا النسبة بينهما أنه خرج ربع 4 و 6 توافق في النسب أي أن لكل منهما نصفا صحيحة فنضرب وفق أحدهما وهو النصف في كامل الآخر أي نضرب الثنين وهو الوفق في أربعة ووفق الأربعة في ستة وهي ثلاثة أو ووفق الستة في أربعة والحاصل الثنى عشر يكون أصلا لماذا للمسألة كما قلنا نأتي إلى النسبة الأخيرة أو القاعدة الرابعة من قواعد تأصيل الموارث ألا وهي التباين ولغة عند علماء اللغة هي التباعد أما في الإصطلاح وهو أن لا يتفق العددان في جسم من الأجزاء كالثلاثة والأربعة فلا ينقسم كل منهما على الآخر إلا بكسر ولا ينقسمان على عدد آخر إلا بكسر فيهما أو في أعادهما فنضرب نصف أحدهما في كامل آخر أدى لك المؤلف مثال قال توفيت عن زوج وأختين الزوج له النصف لعدم وجود الوارث وأختين لهم الثلث لتعددهم لتعددهم ولعدم وجود ماذا الحاجب فنلاحظ أنه معي الثنين النصف معي ثلاثة فنلاحظ أنه بين الثنين والثلاثة لا يقبلان القسمة على بعضهما ولا يقبلان القسمة على عدد ثلاثة وهذا الذي نسميه التباين في هذه الحالة نضرب كامل المقام الأول في كامل المقام ثاني اثنين في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين أصل المسألة كام ستة للزوج النصف ثلاثة والأخت لأم تأخذ واحد والأخت لأم الأخرى تأخذ واحد فأصل المسألة ستة لكن هنا المفترض نقول أصبحت خمسة لأنها ردت إلى خمسة إذن النسبة عزيزي الطالب بينهما أن فرض الزوج النصف مخرجهم من اثنين كما قلنا وفرض الأختين لأم الثلث مخرجهم من ثلاثة بين المخلجين التباين فنضرب أحدهم وحاصل الضرب يكون أصل المسألة وهو 6 طيب أعطى لنا المؤلف أيضا مثالا آخر اللي التباين فقال عندي مسألة فيها زوجة ومسألة فيها أم ومسألة فيها عم فالزوجة لها الربح حظها الأعلى لعدم جد الفرق والأم أيضا لها الثلث فنلاحظ عندي ربع وعندي ماذا الثلث الثلاثة والأربعة أيضا كما قلنا لا يقبلان القسمة على بعضهما فلذلك نضرب في حالة التباين نضرب كامل المقام الأول في كامل المقام الثاني أربعة في ثلاثة يساوي 12 أو ثلاثة في أربعة أيضا يساوي كم 12 كلاهما سيا إذن أصل مسألة كم 12 الربع كم 3 والثلث كم 4 4 و3 7 يبقى 5 من 12 يأخذه العم لأنه أصلا في أخذه الباقي إذن النسبة بينهما أن فرض الزوجة الرب ومخرجه من أربعة وفرض الأم الثلث ومخرجه من كم وكلا العددين لا ينقسمان على الآخر إلا بكس ولا ينقسمان على عدد ثلاثة إلا بكس أيضا فبينهما تباينة فنضرب أحدهما في الآخر فنضرب ثلاثة في أربعة نجه أصلا للمسألة والنتيجة إذن الـ 12 وهو نتيجة ضرب كامل المقام الأول أو مخرج الفرض الأول في مخرج الفرض الثاني الـ 12 يكون أصلا للمسألة وفي نهاية لقاءنا الأول اليوم سنأتي إلى خلاصة هذا اللقاء أخذنا في محاضرتنا ولقاءنا اليوم الحساب تعريفه لغة واصطلاحا وموضوعه والتأصيل والأصول المتفق عليها بين الفقهاء والأصول المختلفة وأخذنا أمثلة أيضا على ذلك يتم الرجوع عزائي الطلاب إلى مرفقات اللقاء على موقع نظام أدارة التعليم الإلكتروني للجامعة الـ MS للجامعة الـ MS وأداء التكاليف وارساله في الموعد المحدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة